النهاردة برضو الصحفة الإنجليزية كلمت عن تجديد محمد صلاح لعقده مع ليفربول وقالوا أن هناك شرط جديد لمحمد لتجديد تعاقده مع ليفربول صحيفة The Sun قالت أن صلاح طلب الحصول على راتب أسبوع يصل إلى 380 ألف جنيس تليني وإنما أثير على أن رغبة صلاح في الحصول على 500 ألف جنيس تليني أسبوعيا ليس صحيح وقالوا أن رغبته تتراوح ما بين 300 إلى 380 ألف جنيس تليني الصحيفة قالت أيضا أن المحادثات ما زالت جارية بين الطرفين لكن لم يتم التوصل لأي اتفاق حتى الآن فيرجيل فاندايك هو أغلى لاعب في ليفربول بيصل راتبه الإسبوعي إلى 235 ألف جنيس تليني وقالت أيضا الصحيفة أن محمد صلاح لا يقل أهمية بل تزداد أهميته عن فيرجيل فاندايك حمد صلاح دلوقتي بيحصل على راتب أسبوعي يبلغ 200 ألف جنيس تليني أيضا كلها أخبار لطيفة وأخبار جميلة جدا الحقيقة أحمد حجازي ثاني أعلى لاعب تقييما في الدوري السعودي بعد مرور سبع جوالات فقط ألف مبروك لحجازي عامل شغل رائع الحقيقة مع نادي الاتحاد السعودي في مباراته دربي لنادي الاتحاد السعودي ضد أهل جدة السعودي تلعبت المباراة أعتقد أول مباراة أو أحمد حجازي الحقيقة أحرز هدف رائع جدا جدا في هذه المباراة